موضوع يمكن مش عم نسمع كتير عنه تركيزنا عادة مثل ما ذكرت في المقدمة يمكن من طفولة يسوع أو من تجسد يسوع المسيح إلى صعوده إلى السماء وكأن الأمر انتهى بعدين نرجع على سفر الرؤية ونشوف المسيح في السماء ممجد لكن الصورة مش مكتملة عند أغلب الناس واللي بشاهدونا طبعا أغلب الأغلبية جماعة غير مسحيين والمسحيين ما أعتقدش أنه فاهمين الموضوع بعنوان المسيح الوسيط والشفيع فإذا السؤال الأول ما هو الفرق بين الوساطة وبين الشفاعة مش الأسماء متشابهة نوعا ما بالتأكيد الأسماء قد تكون متشابهة لكن العمل مختلف تماما عملين يقوم بهم الرب يسوع المسيح الآن في السماء كالوسيط وكالشفيع ببساطة جديدة كلمة وسيط معناها مصالح يقف بين الإنسان الخاطئ وبين الله العادل في السماء فلكي يقترب الإنسان الخاطئ إلى الله يحتاج إلى وسيط حتى أن الكتاب ألنا في العهد الأديم أيوب تساءل ليس بيننا مصالح أو وسيط يضع يده على كلينا ويصالحنا وجدنا الإجابة في تميساوس الأولى اتنين خمسة لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فكلمة وسيط أخ نزار معناها المصالح الذي يقود الإنسان الخاطئ لكي يتصالح مع الله والأساس لأنه بذل نفسه فدية لأجل الجميع طيب المسيح هو موجود في السماء واللي بيعمل على الأرض هو الروح القدس اللي بيبكت الناس على خطية واللي بيقود الناس إلى معرفة يسوع المسيح الكتاب بقول عن يسوع جلس في يمين العظمة وطالما أنه جلس في يمين العظمة واحدة من الأدوار اللي بيقوم فيها الوساطة فهو يعني كيف بس وضحنا الفكرة كيف بيتواسط مع الآب للخاطئ على الأرض الوساطة بين الإنسان الخاطئ وبين الله القدوس ما معنى كلمة وسيط؟ معناها أن الإنسان يأتي إلى الله من خلال الرب يسوع المسيح إذا أردت أنا كخاطئ أتصالح مع الله وأقترب من الله أحتاج إلى وسيط هذا الوسيط دفع الحساب هذا الوسيط مساوي لله هذا الوسيط عنده الكفاءة أنه يأخذ الإنسان الخاطئ ويدخل به إلى الله كما قال الرب يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه ببساطة أي خاطب يسمعنا أو أي وحد يشعر بخطياء ويريد أن يقترب من الله يأتي من خلال هذا الوسيط الرب يسوع المسيح لأنه دفع حساب خطياء في الصليب وسدد ديونه ويطهره من كل خطيئة ويمسك بيده ويدخل به في كمالاته واستحقاقه لكي يتصالح مع الله القدس كائب للإنسان الكامل اللي قام بعمل الفداء الكامل طبعا فهذا بيعطيه الشرعية والكفاءة أن يقوم بهذا العمل لأنه بلا خطيئة وكفارته يعني أو عمله عظيم جدا هو الوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله وأن يسره اشتركوا في القناة